بسم الله الرحمن الرحيم أعزاء الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الخامس من الفاصل الثالث لمقرر النظم بالمعالج قد دقيق في الجزء دي يا جماعة نتكلم عن موضوع اسمه Multi Component Addressing Modes أو العنوين اللي هي بتتكون من أكتر من جزء شوف مع بعض بنقول يا جماعة Multi Component Addressing Modes يعني عنوين تتكون من أكثر من مكون طيب عندنا نوعين من العنوين ديت واحد اسمه Indexed Based Offset Addressing وضحز الكلمة Indexed Based Offset يعني واضح إنه بتكون من ثلاث أجزاء ال Index وال Based وال Offset طيب وإيه كمان وال Relative Addressing تعال نشوف مع بعض أول واحد Indexed Based Offset وفيها بنقول الأبراند اللي إحنا مطلوب إن إحنا نحصل عليه في الميموري تمام عنوانه اللي هو ده هو شايف عنوانه ده يتكون من ثلاث أجزاء إيه هم الثلاث الأجزاء ال Address اللي موجود في ال Instruction ده رقم واحد وكمان جزء موجود كمان في Based Address أو Register Rx رقم اثنين وكمان Indexed Value رقم كام ثلاثة معاي جماعة إذن ثلاث أجزاء أساسية واحد اثنين ثلاثة يتكونوا مع بعض هم مين هم ال Address والإيه هم والإندكس والإيه هم والباز مش كده Index Based Offset Address Based Address و Index Address كلهم هتكونوا مع بعض ويكونوا مين ال Effective Address العنوان الفعال اللي هو بعد كده بيعمل لها جماعة بيشاور على مين بيشاور على الأبراند المطلوب طيب ده رقم واحد رقم اثنين اللي هو Relative Address Relative Address ده عبارة عن إيه بيبقى مكتوب إيه بقى بص معايا بيبقى عبارة عن مجموع من مجموع العنوان اللي جاي منين اللي جاي من ال Instruction زائد عنوان موجود كمان في إيه في ال Register اللي بيتجمعوا مع بعض ويديك ال Effective Address العنوان الفعال اللي هو بيشاور على الأبراند المطلوب تمام يبقى إحنا كده بنقول إيه بقى جماعة بنقول إن في عندنا نوعين من عناوين Indexed Based Offset ورقم اثنين Relative Addressing وكلهم بيقولوا إن ال Effective Address العنوان اللي يشير إلى الأبراند المطلوب يتكون من عدد من ال Components معايا خدنا إيه إن ال Indexed Based Offset يتكون من ثلاث أجزاء Index و Based Offset معايا وإيه وإيه كمان و Relative Address بتكون من جزئين برضو اللي هما مين العنوان اللي جاي منين من ال Instruction زائد عنوان موجود في ال Register يتجمعوا مع بعض يديك ال Effective Address العنوان اللي يشاور على الأبراند المطلوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته